السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. انا شيمو. لو اول مرة بتشوفيني. ياريت تنزل تشترك في القناة. واتفعل زر الجرس على الكل. علشان يوصلك منه كل جديد. والايك الجميل والكمنت والشير. تعالي بقى يا سكر انتو هاي. هقولك بصي على حاجة عظمة. حاجة كده بصي هتعمليها. والله في اقل يعني يعني هي دقيقة واحدة. صراحة يعني دقيقتين. والله يا جماعة حرفيا حاجة هتدمنوها. حاجة مش هتبطلوا ان انتو تعملوها. اولادكم هيعشقوها جدا وهيدمنوا الموضوع ده جدا جدا جدا. وحاجة سهلة وحاجة سريعة. ما اقولكوش علي. يعني طبعا اتعمدت ان مقطعش الحتة دي المقطع ده. عشان تشوفه وقد ايه كده. لزوس كده وبوزس كده. وقد ايه هو مشبع. وشكله كده بجد مشاهي. وقد بجد العيش كريسبي جدا ويتاكل لواحده حاجة كده عظمة. ومبدئين يا جماعة انا بتأسف جدا جدا ان الفيديو طويل. يعني ساعة. انا بتأسف جدا. بس بجد الفيديو استحق انك تتفرج عليه. الفيديو اكتر من وصفة. وكل وصفة بجد حاجات سريعة جدا 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 للناس المستعجلة. للناس اللي طبعا بيشتغلوا. الناس اللي جاعنين اخر اللي. بس يا حاجة بجد جمدة 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 يعني. تابعيني وانت بجد مش هتندمي. اه طبعا احنا معنا اه طاصة عشان نعمل العظمة اللي فاتت دي. معنا طاصة يريد تكون منعة للاتصاق. اي طاصة منعة للاتصاق واي مقاس طبعا على حسب العيش بتاعك. معنا بوضايا انا حطيت عليها راشة فلفل اسود. و راشة ملح. بس مكترتش الملح يعني لان طبعا الجبن اللي بحطها طبعا والزاتون والحاجات دي فيها ملح يعني. او على حسب الرغبة يا جماعة فيش اي مشكلة. طبعا احنا بنوزع البيضة كده في قلب الطاصة. بالشكل ده كده. اه بنحط بقى شوية جبنة متزرلة كده. اهنا حبا محترمين كده. عشان دي هتخلي الجبن الصندوش بتاعنا يمط. بص يعني دوسي بقى دوسي بقى في الصندوشات دي يعني نظف التلاجة. يعني بصي عندك اي حاجة عايزة تنظف. حط اي حاجة. اي حاجة عايزة تعملها بخضار وبيت بس آآ فيش مشكلة. اي خضار انت عايزاها بس بشوريه. يعني بشورو الخضار. و آآ و الدول آآ تشويحة كده. يعني تقلب على الكريس بشوية كده. يعني تحطيه في الطاصة كده زي ما انا آآ بحط الحاجات دي كده. وتحطي حبة زيت شوية. لو تخليه كريس بكده. آآ وتحاولي لو قدرت تقلبية على الجهة التانية يبقى افضل. و آآ تروحي بقى ايه شغلة بقى بنفس الفكرة كده. بنفس التكنيك ده. آآ طبعا يا جماعة انا كنتش عارفة ان انا عندي آآ كاتشاب اكياس آآ في التلاجة. وعندي برضو كاتشاب متاني بس يعني ما 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 فتقرتش. فدي صالصة صالصة عادية صالصة اللي هي المعلبة العادية. بس انا طبعا يعني ايه اديتها تشوحة شوية كده عشان يطلع منها المادة الحفظة وحطت عليها حبة بورات صغيرين كده. بس الامانة يا جماعة الكاتشاب احلى كتير 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 يعني بيود الصندوش في سكة تانية جدا. آآ طبعا احنا معنا العيش البلدي العادي بتاعنا خالص بتاع الافران العادي عايزة تعملي انت بقى بعيش سوري آآ تعملي بعيش كربات آآ يتعملي بالعيش اللي هو الابيض العادي العيش الشامي وتيفر يا جماعة براحتك خالص خالص خالص. طبعا احنا بنتني بالشكل ده كده. انا اضفت الطس طبعا من البيب ورجعت يعني ايه يعني حطته تاني ببنديل عادي. وقلبته لما الجهة الاولانية احمرت قلبت على الجهة التانية. شايفين الجمال? هو سخني جدا يا جماعة بس آآ يعني انا انا بيت يعني انا جوعة تانية يا جماعة والله وانا بس هجل جوعة تانية. شوفوا العيش قد ايه آآ كريسبي اوي وجمال اوي 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 يعني العيش لوحده بيتاكل كده من غير اي حاج عامل كده يا جماعة عارفين زي فكرة ايه? لأ بس طبعا احلى كتير آآ فكرة العيش اللي هو العيش اللي احنا بنحمره الشامي آآ في زبدة كده وبهارات وكده وبنأكله الطمية اللي بيجي مع الشوارما دي يا جماعة عارفينه بس ده احلى كتير طبعا آآ طبعا انت عايزة تحط الاولادك في ورق فويل كده ويتقدميه يعني يا جماعة فيش اي مشكلة بالشكل ده حطي مناديل بتاع المطبخ عالين فيش اي مشكلة عندك الحاجة دي بتاع الكربات دي اللي هو الارتاز برضو فيش مشكلة وعلى فكرة ده هيفرحوا جدا جدا والله يا جماعة حرفيا الاولاد هيفرحوا بيه جدا 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 يعني عن تجربة انا اولادي والله الكبار والصغيرين والله العظيم ما شاء الله بيفرحوا بالحاجات دي او بالذات يعني ما تبقى معيشهم في اجواء المطاعم والحاجات دي اللي انتوا يعني عارفينها طبعا شايفين العظمة والله يا جماعة انا مش عارف اقول لكم ايه بجد بجد زي ما قلتلكو في الاول اولاكو هيدمنوا الموضوع ده جدا والله العظيم مش بياخد حاجة مش مكلف حط جبنة نستون حط جبنة رومي شيدر ماكس اي 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 جبن موجودة عندك يا جماعة على ما اعتقد يعني فيش بيت دلوقتي مفوش جبن يعني اي اي شايفين يعني انا انا لما شفتوا الحاجة قد ايه بسيطة جدا من حاجة بسيطة جدا اه احنا ام يعني عملنا حاجة عظمة يعني والله يا جماعة بجد يعني طحفة انا بقرر الكلمة كتير بس هو طحفة طبعا اه لو عجبتك الوصفة يا رياد ما تنسنيش باللايك والكومنت والشير اه ام والسبسكرايب يعني فعلي زر الجرس على الكل عشان وصلك منه كل جديد اه ودي طبعا يا جماعة معانا الوصفة التانية يعني مش قادر اقول لكم يعني الصندوطش ده والله جد اجمد من اللي فايت والله حرفيا اجمد 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 من اللي فايت انا طبعا الصندوطش الاوليني ما حطيتش فيه جبنة نسطن لاني ابني واقف جنبي ومش بيحب الجبنة نسطن اطلاقا يعني فهو هيقول لي ايه لا يعني بتاعي انا هقف جنبك عشان انتي دايما بتقول لي مش بحطي وبتحطي يعني فما حطيتش فيه لكن التانيين بصراحة كنت حطة فيهم يعني الجبنة نسطن يا جماعة بتودي اي حاجة في سكة تانية خالص اه سواء تعملي بشمل اه تعملي اه يعني اي صندوطشات فيها جبن ملكي كده ملكي وجوزي كده و حلوة حلوة كده حلوة كده بتخلي السندوطش كده معاك بوز كده والله يا جماعة انا مش قادر اقول لكم لتسندوطش ده عظم 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 يعني بجد شايفين ادي الخضار حلو جدا مع مع باقي المكونات والعيش ادي كريسبي و جميل صلوا عنا بكده يا جماعة صلوا عنا بكده في التعليقات اللهم صلوا وسلم وزيد وبركة على سيدنا محمد انا عارف يا جماعة ان الحاجات دي ممكن كتير يكون في ناس كتير بيعملوها يعني بيعرفوا يعملوها بس انا طبعا الحاجات دي انا بقدمها للناس يعني البنانيت الصغيرة اللي هما لسه يعني زي بيقولوا كده سنة قولة جوازي يعني مش بيعرفوا يعملوا حاجة فدي حاجات بقى عارفين انتوا كده ايه سريعة كده هي بسرعة كده يعني يعني حاجة بسرعة وفي نفس الوقت حاجة جميلة يعني شايفين يا جماعة يعني حاجة عظمة العيش عامل ازاي مع المقونات حاجة عظمة طبعا اه احنا متفقين يا جماعة اه في الصندوتشين اه تكون الطاصة غير لاصقة يستحسن يستحسن والنار تكون هادية جدا طبعا هادية في الصندوتش الاولاني علشان طبعا الصندوتش الاولاني تكونوا النار هادية علشان البيض ما يتحرقش والجبن تسيح تكون هادية جدا شامعة في النار دي في الاول يعني علشان طبعا دي بطاطس وكده اه دي طبعا بطاطس طاية احنا غسلناها وقشرناها بشرناها بالشكل ده وفردناها معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده طبعا حطينا معلقتين زيت اه انا اسف يا جماعة نبطوهم منكم معلش اه اه وفردناها بالشكل ده كده طبعا النار دي وسط مش اه مش هادية علشان البطاطس تبقى كرسف معنا حطيت معلقة فلفل اسود وحبت ملح صغيرين جدا والملح حسب الرغبة احنا كده كده في جبن وزاتون فالملح حسب الرغبة بس طبعا يا جماعة كلنا عارفين ان البطاطس اه 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 يعني هي بتبقى بتشيل نسبة السكر من الاكل فحطيت بس حبة صغيرين وطبعا دول حبة كمون حرشات صغيرة كده اه معنا بيضة احنا متفقين حطي طبعا الكمية اللي انت عاوزها بس انا بقولك يا جماعة بيضة واحدة كفاية ستدقون كفاية حطيت اه عليها راشة فلفل اسود وراشة ملح طبعا فلفل اسود عشان الزفارة اه في الوقت ده جماعة هي تقريبا البطاطس بتاعتنا بقت معنا كريسبي كده من تحت يعني بدأت تبقى كريسبي كده طبعا لما بتبقى كده بتدي طعم احلى مهينية بنحاول طبعا نوزع البيضة كده بالشكل ده وفي المرحلة دي بنبدأ نهاية يعني نهدي شوية كده نهدي النار شوية يعني اقل من المتوسط كتير حبيت جيبنا موتزاريلا حبيت جيبنا رومي احنا متفقون يا جماعة نضاف التلاجة اشتع يعني انا قلت لكم في الاولين ممكن تحطوا خضار وكده فانا هتطلوكوا بطاطس فكرة يعني ممكن تحطوا بطاطس وقوسة وجزر واتفر يا جماعة اي حاجة انت عاوزها طبعا اقطعت كده واحدة جيبنا نستو احبت خضار احبت فلفل اسود احبت فلفل فلفل اخدر عادي مش رومي مش الكبير ده الغالي لا العادي خالص والله ده يا جماعة برضو بقى غالي يعني اي طبعا اي عايزة تحط انت بقى لانشون حطي باستر مع سوسيس اي عايزة تحطي فراخ بقى براحت كنت يا جماعة بس احنا بنعمل حاجات سريعة يعني ان هي ايه بننظف كده التلاجة اخر الاسبوع كده ايه والعيش بتاعنا الهادي خالص 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 عيش بتاع الافرام انا قلتلكم طبعا ايه ممكن تعمليه باي عيش اي حاجة يعني ايه يعني انا قلتلكم الفكرة وانتوا طبعا اي حاجة انتوا ممكن تعملوها طبعا انا بشوف الجبن طبعا لما بتضغط عليه كده الجبن بتسيح فما بتسيح بتلزق في قلب الصندوطش كده شوفوا يا جماعة البطاطس عاملة ازاي دي البطاطس يا جماعة مش البيت دي طبعا البطاطس البطاطس قد ايه بقت كريسبي طبعا بنلفه كده انت عايزة تلفيه ارفع من كده يكون احسن طبعا يا جماعة والله انا كنت اتعبنة جدا فا يعني ايه ووقف بقال كتير يعني شغل البيت بقى والحاجات دي وكده طبعا بنضغط عليه بالشكل ده كده ايه وطبعا بيتحمر من جهتين وبنهد النار يا جماعة علشان العيش ما يتحرقش بنهد النار جدا علشان العيش ما يتحرقش اقلم يعني اعلم العلق من الهادي خالص واقلم المتوسط علشان انه العيش ما يتحرقش والجبنة تسيح العيش يا جماعة من تحت بقى كريس بقى قوي مش عارفة اقطعو والجبنة كده بطبز كده والحاجات كده بطبز منه كده انا انا تعمدت ان انا اقطعو قدامكم عشان اوريكم هو قد ايه يعني العيش بيبقى كريس بيكده لا يعني حقيقه بيبقى طعم حل شوفوا كده يا جماعة والله عازم انو مش قادر امسيكو حرفيا طبعا ها بيكون بالشكل اللي انت شوفته في الاول كده انو شايفي البطاطس يا جماعة قد ايه كريس بي والعيش عامل ازاي يعني عظمه طبعا الحاجات دي اه احنا بنقولها سخنة يعني الافضل عشان الجبن اه تفضل سايحة وتمط طبعا انت ممكن تعملي لو انت مسلا فاضية في وقت تعمل الحاجات دي قبلها بيوم عادي مفيش اي مشكلة وتحطها في اكياس بلاستيك العادي بتاع الخزين وتعنيها في التلاجة من تحت التاني يوم وتسخنيها عادي في الميكرويف في الطاصة كده وتغط عليها وعادي يعني فيش اي مشكلة اه 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 والعظمه دي بقى يا جماعة حرفيا يعني انا مش قادر اقول لكم اه يعني مش عارف انا مش عارف اقول لكم ايه شوفو قد ايه يا جماعة اه يعني اوهش كده بكريس في كده براون كده في نفس كده يعني والله الجد اه الوصفة دي بجد تحفة ودي بقى يعني فطاير كده سريع 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 ما اقول لكمش هي قد ايه سريعة والله بجد سريعة بطريقة لا تتخيل يا شايفين يا جدعان لا بجد شايفين يعني الجبنة بتمط معاك الاخر الشارع يعني طبعا يعني الفطيرة مبارك ريسب قوي اه حاجة كده بجد والله والله عظمة 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 ما اقول لكيش اه طبعا اه احنا نعمل حشوات بتاع الوصفة اللي فاتت دي طبعا معانا اي نوع جبنة جبنة فيتا جبنة قريش اه جبنة قديمة اي نوع جبنة انت بتحبي اه انا طبعا حطيت الجبنة دي دي جرينلندي يا جماعة حطيتها كده فضيتها طبعا هي اي جبنة اهل ما تفتح طبعا بتبز كده اه مية بس طبعا عادي يا جماعة احنا هنصفيها عادي يعني مش مشكلة يعني ولو ما صفناش برضو عادي مش مشكلة يعني ومعانا جبنة نسطن حطوا طبعا الكمية طبعا ان كان نفس حطي جبنة نسطن كتير جدا يا جماعة بس انا ابني فضيع جدا انا بعمل حاجة دي من وراه وبعد كده هو بيشوفه الفيديوهات فبيروح مزعق لي اقول له يا ابني ما انت اكلتها يعني اكلتها وعجبتك وجميلة وتسلم ايدك يا امي والكلام الكتير ده ايه المشكلة المحطة يقول لي لأ برضو ما عطيش تحطي مش عارفة غريب ابني ده غريب والله جد انا عندي اولادي دول يعني ربنا يحفظ ام ويحفظ اولاد المسلمين حاجة ما قلوكوش يعني طبعا حطينا حبت كسبارا على بقدونس كده وحطينا حبت جمنا متزرلة حطيت حبت سبع بهرات يا جماعة هي مش سبع بهرات يا شوط بهرات كتير كده انا عاملاها بس هي ممكن تقول عليها السبع بهرات ورشة فلفل اسود كده ورشة كمون طبعا احنا مش هنحط ملح وابلشوكة كده وهنقلبهم كده بالشكل ده كده بيجاد يا جماعة الحاجات دي حلوة جدا والله العظيم بيجاد سريعة جدا وحلوة وكمان بتنفع في يعني ما يكون في عيد ميلاد طبعا انا مش عايزة تعجيني جعنين والفطير دي يا جماعة اعمليها عادي وحطها في الفريزل يعني سويها عادي زي ما نعسويها وحطها في الفريزل في اه طبعا دي ارنفلفل سبايس كده انت براحتك انت طبعا عايزة تحط فلفل عادي سبايسي انت براحتك احنا بنحب الاكل سبايسي جدا يا جماعة حر جدا اه حامي عشان بعض الدول بيقولوا على الحر يعني حر اللي هو الهط اللي هو السوخ مش مش الحر اللي هو السبايسي احنا بنحبه اه اه سبايسي يا جماعة بنقطعه قدعة صغيرة جدا طبعا يعني مش لسه قطع على ايه على اه يعني ما بقول ايه مش عارف طبعا قلبه قويسي جدا فيه الناس بيحبوا يحطوا زيت زيتون يا جماعة فيها بس عادي مش مشكلة طبعا الحشوة التانية معانا دي بطاطس اه انا كنت اه غسلها عادي مقطعها بطاطس مسلوقة عادي جدا بس فا يا جماعة عليش بس بجد والله انا كنت باشتغل وانتعباني جدا وده كان الغدة بتاعنا والله فا يعني اعذروني طبعا حبت بقدونس وكسبرة طبعا نفس البهرات بتاع الوصف الاولينية حبيت سبع بهرات كامون فلفل اسود طبعا احنا حطين ملح وخل وهي بتتسلع عشان ما تتهريش او تبضل كده محتفظة بالليكوت بتاعها بالقوم بتاعها وحطيت بردو حبيت ملح سغيرين عشان طبعا البطل سيما متفقين ان هي بتحتاج ملح طبعا معانا البطل بتاعنا اه الرؤاء او الجلاش او 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 ورق الفيلو اه طبعا اه ده اه انصحكم يا جماعة تجبوه وتحطوه دايما في الفريزل عندكم هو المنقذ يا جماعة وقبل ما تستخدموه بتلات ساعات يخرج من الفريزل اه طبعا احنا جبنا كده الورقتين ودهانا كده دي زبدة يا جماعة ممكن تحط زبدة سبنا بلدي زيت بس من صحكوش يا جماعة بالزيت علشان الزيت بيعمل ريحة زرنخة كده في الحاجات دي طبعا حطينا اه مساحنا الورقتين كده بحبة زبدة بصوت كده وحطينا الحشوة بتاعتنا البطاطس اه جبنا موزرلة جبنا رومي اه زاتون اه حطي بقى يا حبيبتي اي الجبن حطي اي حشوة احنا متفقين اي حشوة وحطي بقى ايه اه طبعا زبدة سمنة اللي يعجبك عايزة تحطي سمنة على زيت عادي مش مشكلة بس اه انصحك يا جماعة الزبدة والسمنة والزيت اه يعني يعني حطوها ايه اه يعني تاخد ايه تسخينة كده علشان اه الرويح بتاعتها تطلع منها انا بفضل كده طبعا احنا بنتني الفطيرة بتاعتنا بالشكل ده كده وابندهن الحتتين اللي تخون دول اللي بنتنيهم عشان يبقوا مورقين كده طبعا بناخد اه واحدة كمان كده معاكم اه بنفس الشكل كده مندهنها اه طبعا المرة دي اه انا بحط العكس الجبنة المتزرلة كده احب الجبنة المتزرلة كده اه وبنفرد كده البطاطس معنا على فكرة ممكن تحطي بصل يا جماعة اه بصلة كده تلوحيها وتروحي حطها يعني فرم اهرساها كده في قلب البطاطس حاجة والله العظيم يا جماعة واهم جميلة وحنا طبعا حطين فصل دوم مفروم فيها اه وجبنا رومي وجبنا مزرلة اه زاتون بالشكل ده كده انا طبعا اليماعة بتني الفطيرة بقلبها يعني حد ممكن يقولي انت ليه مش بتتنع على طول ليه بتشتليها لا طبعا لان الحتة اللي تحت دي بتبقى مش اه يعني بتبقى خفيفة شوية فبقى بتنيها علشان يعني اللي عليها الحشوة دي بتبقى خفيفة فتبقى سميكة بقى من التانيتين بتوع الفطيرة كده طبعا معنا الجزء الباقي احنا بنقطعه نصين كده بالشكل ده كده طبعا بندوله دهنة خفيفة كده من الاطراف يا جماعي يعني داير ما يدور كده من الاطراف اه ونحط طبعا الحشوة التانية الجبنة طبعا اه بصوا هي حاجة كده اه شبه السامبوسة السامبوسك اه ناس بتقولي السامبوسة ناس بتقولي السامبوسك يعني اللي تقوليه اه طبعا اه اللي ما عندوش عجنة السامبوسك اه اللي مش عارف يعجنها اه طبعا الجلاش خصي جدا يا جماعة تقريبا بسبعة جنية حاجة شبه كده اللفة وبتعمليها والله العظيم يا جماعة هي ما بتفرق اي حاجة خالص طبعا بتليفيها بالشكل ده كده انا عمل معاك واحدة كمان كده ونحط حب الجبنة ومزرلة كده وجبنة رومي انا تنيت الورقة دي من نحيتين كده عشان الورقة دي كانت كبيرة قوي وطبعا بتنعكس عكس كده وعادي بنضغط عليها يا جماعة لان في التانية دي البوس ده المسلس ده بيبقى مش بيبقى مفرغ مفوش كتير فطبعا ايه بنوزعه كده بالشكل ده كده والحتة الاخيرة دي طبعا بنحط عليها ده نتزب ده كده وبيبقى كده حجاب المحبة يا جماعة والله بجد ما يعني مش عارف اقولك ايه يعني يعني استحملوني بقى ايه اللي فيها انت بقى بالشكل اللي انت عاوزها عاوزها تعملها زي نظام فطيرة كده زي الاولانية كده عادي مفيش مشكلة عايزة تعملها رول برضو مفيش مشكلة بس انا انا بديلك افكار يعني ايه لو عايزة تعملي سامبوسك ايه ومعندي كيش طبعا زي ما قلنا العجينة ايه ايه او مش عارف عجنتها طبعا يا جماعة لو حابني ان انا اعجل معاك عجنت السامبوسك ونعملها تاني سوا بحشوات كتير لحمة وفراخ وجبن اكتبولي في التعليقات وانعملك فيديو تاني اه فانا بقول لكم المنقذ يا جماعة حاجة سهلة يعني بتعملي كمية معجنات وفطاير من غير ما تعجني هيا الفكرة في كده يا جماعة يعني فكرة الفيديو في كده انك بتعملي كمية معجنات اه وبتحطها في فريزل يا جماعة عادي والله ما بيجروا لها اي حاجة يعني اعمليها وسويها وحطها في الفريزل احادي ما فيش اي مشكلة والله بتطلع تسخنيها في الميكرويف او في طاصة وتغطي عليها على نورها دي جدا بتطلع بجد قد ايه والله العظيم يا جماعة حاجة عظمة يعني حاجة جميلة طبعا ده كان عندي حبك كباد وقوانس من وصفة برضو انا هقول لكم عليها في الفيديو ايه بس حبيت اعملها لكم كده بشكل اللي انتم شايفينه ده ايه طبعا معينا بطاطس ايه انا هنعملها كده في الفرق طبعا احنا مقطعنا بشكل اللي انتم شايفينه ده وغسلينها وبنحطها في مية نحط فيها حبة خل وحبة ملح بنسيبها تستوي تقريبا يعني يعني بالظبط كده خمس دقايق يعني اقل من الخمس دقايق يا جماعة لا اقل من الخمس دقايق يا تبقى تطلع ايه زي ما هي مش مستويه ونحط حبة ملح كده طبعا معينا عيش فينه ممكن تستخدم العيش الصغير ده او العيش الكبير عادي مفيش اي مشكلة اي حاجة ممكن تستخدمي اللي هو العيش الكبير ده اه طبعا احنا بنقطعه كده اه اه بالشكل البيضوي اللي انتم شايفينه ده هو مش بيضوي قوي بس يعني بالطرقة دي اه انا يا جماعة انا كنت اه اه صورت الفيديو ده اه كنت بدأ يعني تعبنة جدا ومن حوالي عشر ايام كده ومكملتوش اه يعني انا ما كملتش الفيديو ده اه اللي فيه العيش والبطاطس وكده انا ما كملتوش يا جماعة وتعبت ورجعت كملتو طبعا اه يعني سبت المقطع وكملتو تاني طبعا ده معانا سمنة او زبدة اه او زيت عادي حطة فيها حبة اه زعتر وحبت اه اه فلفل اسود حبت كمون اه ممكن تحط يا جماعة نص مكعب مرق الدجاج برضو حلو جدا اه 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 بتقلبها كويس جدا طبعا انا مسخنها برضو انا بحب اسخن الحاجات دي وصنية وحطيت عليها ورق زبدة كده اه بنتهن كده يا جماعة العيش بتاعنا بالشكل اللي انت شايفينه ده اه الاورجانو يا جماعة في الوصفة دي حلو جدا او الزعتر حلو جدا جدا وبالذات لو فرش وقطعتي صغير بس انا طبعا يعني انا مكانش عندي فرش طبعا بتحطي كده بشكل ده انا حطيته طبعا احنا هنحطه في الفرن اه اه يعني تحت الشوية مش في الفرن يعني تحت الشوية كده اه كل جهة بالزبط اه اه يعني يعني خد بالك لانه بتحرق بسرعة كل جهة دقيقتين او قلي من دقيقتين طبعا البطاطس احنا جبناها صفناها من المياه وبننشفها كده بمند المطبخ كويس جدا معلش يا جماعة انا اسفة انا ايدي متعورة وآآ كنت اتعباني جدا والله احنا انا بكمل كملت الفيديو ده على مراحل آآ الفيديو ده بالزاد كده على مراحل اه هنجيب اي اه اه صنية كده طبعا اه هو المفروض ان احنا بنديها بخيتين كده لو عندنا بخيخ اه زيت عادي اه بس انا كان فضل معايا حبة زبتة كده وحبة الحاجات دي كده وحطتهم كده عليها وقلبتها كده بالشكل ده كده ودخلها الفرن طبعا احسن من انك تقليها البطاطس الوجيز دي يا جماعة حلو جدا جدا والله العظيم جدا جدا انا هوريكو الفرق يا جماعة شوفوا البطاطس دي اه ام طبعا احنا طلعناها كل جيهة بالضبط اخدي دقيقتين شوفها هو وقت دقيقة يا جماعة تحمص كده و اه يعني يعني خلي عيونك عليه لانه بتحرق بسرعة جدا يعني ممكن تقفي قدام الفرن تحت الشوية كده وانت بتعمل ايه طبعا انت الحركة دي يا جماعة اختياري يعني عايزة تحطي جبنة انا حطيت حبيت جبنة كده متزرلة كده على الوج عايزة تحطي جبنة رومي كده وتبشوريها مش عايزة تحطي خالص برده مفيش اي مشكلة دي اختياري يا جماعة بس انا يعني بحب اخلي الشكل حلو وعزز الطعام يعني بتبقى حلو جدا بقوم حطها كده طبعا بنحطها كلها ونقوم حطنا تحت الشوية تسيح دقيقة يا جماعة دقيقة وإلا حوافي العيش اساسا قريدي العيش الحوافي بتاعته كانت واخد اللون اللي هو الجلد الغامق كمان يعني فمجرد ما هتحطيها انت اخرت عليها هي الجبنة مش هتتحرق مش هتحمر قوي لكن العيش الحوافي بتاعته هتتحرق فلو تحرقت معاك عادي يعني حاول بقى تقشريها بقى كده وتاكليها يعني بس يعني خد بالك يعني طبعا معينا الصوص اللي كان في اول الوصفة ده الصوص ده يا جماعة بيتاكل بالعيش يعني العيش بيتاكل بيه آآ طبعا معانا بتنجان وبطاطس وفلفل وفلفل آآ اخدر عادي وفلفل مش حار وفلفل حار وفلفل مش حار ورنشة تحرق وآآ جزر وكوسة طبعا بنقطعهم بالشكل ده كده انا طبعا انا بتأسف يا جماعة لطول الفيديو بس والله يا جماعة هو انا بتهيأ له هو مش طويل بالنسبة لكام وصفة في يعني ان كام وصفة هو مش طويل يعني انا لو كنت عملته آآ آآ كل وصفة الوحدة في فيديو هي تقريبا كل وصفة هتاخد لها يعني مش اقل من عشر اتنشر ديها فهي تقريبا واحدة يعني هو الفيديو المش طويل يا جماعة بالنسبة لتجميع الوصفات اللي في طبعا بنبشر البطاستايا كده آآ آآ جيب الكمية اللي انت عاوزها حابيت قلبي بس انا بحب بعمل اللصوص ده يبقى كتير. وآآ بحطه عندي عادي آآ في 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 آآ 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 حاجة في الفريزل علبة محكمة الاغلاق في الفريزل محكمة جدا. وآآ بحطه في قلب الفريزل والله بطلع يا جماعة كانك لسه عملية. والله العظيم انت مش هتدخلي قد ايه طعم والسوص ده? والله يعني روعة. والله ما هتبطلت عمليه. آآ طبعا انا معي معلقة زبدة ومعي حبة حليب. والزبدة يا جماعة متفقين في جماعة الاحوال. انا بفضل مش انها بدرجة حرارة الغرفة وجده. لأ انا بفضل ايقديها سنة آآ آآ تسخين كده. منها تسيح ومنها يعني ايه? ريحة بتاعتها لان الزبدة طبعا يعني بيبقى لها ريحة برضو كده. ايه طبعا احنا نهد نهدهن كده الطاصة الجريل اللي بتاعنا. ايه شوفوا يا جماعة ايه طبعا آآ الحليب عامل ازاي والزبدة. ايه ايه انا طبعا بحطها على الجهة اللي هي العادية. حطها على اي جهة عادية مش مشكلة. بس انا بحطها الجهة اللي احنا مدهنهاش آآ زبدة. عشان طبعا القوع بتاع آآ دي واحدة صغنونة كده. بس كنت عملتها جبنة. دي جبنة الصغنونة اللي بدهنها دي جبنة يا جماعة. طبعا بنتهن ده كده. طبعا انت لك حرية الاختيار آآ عايزة تحطيها آآ آآ صينية وتدهنيها كده وتروح حطها في قلب الفرن. ما فيش اي مشكلة. لو انت يعني مستعجل احطها على رف اوسط. آآ درجة حرارة المية وتمانين متين عادي. وتحطها بالزبط يعني خمس دقايق. لو الفرن بتاعك بيوزع الحرارة. آآ ما تشغلش الشواية. ما بيوزعها شغال الشواية. تمام? بس هي ما والله العظيم يا جماعة هي ما بتاخد بالزبط التلات دقايق. يعني على كل الجهة بالزبط دقيقة. بتهد النار. او دقيقة او نص دقيقتين بالكتير قوي قوي قوي. يعني هد النار. واعملها. آآ طبعا آآ اعمل معاكم اللصوص الجميل بتاعنا كده بقى كده بنجيب طاصة. آآ بنحط طبعا فيها آآ تهنة زيت كده. بنحط حب التوم. التوم مهروس. الطعي عادي. هو كده كده الحاجة ده هتتفرم. آآ بنحط البطاطس. والا الكوسة بعد ما بشرناها والجزر. آآ بنقلبهم بالشكل ده كده. آآ طبعا زيت كان قلال جدا. بحطيت شوية. قدي ايه يا جماعة? انا تعبت وانا بسجل الفيديو ده بجد. انا تعبت يعني انت عارفين كم الارهاق انك آآ تقعد تتكلمي آآ ساعة وحاجة. يعني بجد آآ شيء مطعب جدا مش امرهك. فا بالله يا جماعة بالله عليكم يا ريت تدعموني. آآ آآ عشان يعني اكبر بيكم وليكم ان شاء الله كده. طبعا بنفضل نقلب فيها كده نحط آآ آآ حابة فلفل اسود. آآ آآ حابة آآ بهارات مشكلة اللي هي السبع بهارات. قلبي كبير يا جماعة ومكعب مرأة. عايزة تحطي تحطي مش عايزة تحطي براحتك. بس هو بيدي تستحلو جدا للأكلة. حط اي بهارات بقى اي بهارات يا جماعة انت عاوزاها. اي حاجة انت عاوزاها بجد. اي بهارات بتفضلي. حطي بقى. السبع بهارات بتاعت فيها يا جماعة جسط طيب. فيها بابريكا. آآ فيها آآ آآ كوركو مكاري ودي معلقة محترمة هاريسة يا جماعة. آآ اللي عايز يا جماعة آآ وصفة الهاريسة آآ عندي على القناة والله حاجة كده جميلة طبعا احنا قلبناها. الجهة التانية دي كده لسا لسا شوية. انا قلت عامل بقى الاتنين كده مع بعض لان بجد الفيديو كده هيطول بزيادة. ما حبيتش انه يبقى طويل قوي. طبعا بالشكل اللون تشايفينه ده. آآ بنيديها تشوي حاجة كده حلوة. وآآ بالمضرب الكهرباء اللي عند بلندر كده. او بالخلط سبيعت برد يا جماعة. يعني لو جلدت الخلط بتاعت كده. الخلط بتاعت مش قوي. سبيه برد وضربيه في الخلط عادي. آآ ما فيش اي مشكلة مع حبة شربة حبة مية حبة حليب آآ واتفر يا جماعة اللي يريحك. ممكن لو ما عنديكش حليب حط شربة. آآ ما عنديكش شربة حط مية عادي خالص مفيش اي مشكلة. بس ان طبعا كنت مستعجلة فضربتها بالهند بلندر يعني مش آآ فبسرعة بسرعة كده حطت طبعا آآ آآ علبة حليب آآ صغيرة دي كده. وآآ وحطت حبة زتون وحبت جبنة ومزرلة حط بقى جبنة مسلسات. انسيت احط جبنة مسلسات بحبقى جدا يا جماعة في الاكل. آآ طبعا آآ الطبقة التانية. من الحشوات بتاعتنا. طبعا بنت هنا تاني آآ حليب وزبدة. آآ آآ الحليب مش آآ انا محطتش حليب تاني زيادة يا جماعة. الزبدة هي اللي جمدت. آآ فالحليب اللي لونه باين. بس طبعا آآ هو آآ هي بترجعت سيح وعادي يعني. طبعا آآ الخالط بتاعنا ده آآ آآ اول ما يبدأ يغلي كده بعدها بدقائتين كده نسي بدقائتين يغلي. وآآ بنقدم بالشكل ده طبعا. بالرش طبعا حبت آآ حارفيني يا جماعة الجبنة بتاع الشيبس اللي بتيجي دي من عند العطار. بالرش بقى شوية كده عليهم. ما حبت بقدونس كده وحبت كسبرة. والله يا جماعة حرفيا الصوص ده طحفة. والآآ البطاطس مع مع العيش ده هو هو بيتاكل بالصوص ده يا جماعة هي معمولة عشان تتاكل بالصوص ده. بس ان اكلتها حتى بلعيش البلدي فضيعة. شايفين يا جماعة زي ما قلت لكم آآ انت بتيجي تاكلها كده. بتلاقاها كده هشة كده هشة كده وجميلة. آآ شوفوا قد اياه يا جماعة دي الفطير بتاع البطاطس. آآ انا مش قادرة اقول لك يا جماعة على على الجمال. وقد الاكل ده بيشبع جدا. والاولاد بيحبوه. وبيبسطهم جدا جدا. ودي طبعا اللي بالجبنا. طبعا يا جماعة انا كنت ملبوخة جدا فهي اخدت لون بزيادة شوية معي. بس ما تحرقتش والله زي ما انتم شايفين كده. وده اللي احنا عملناه. بشكل ده كده. ادي ايه جميل يا جماعة مش قادر اقول لكم. وطبعا لو عجبكم الوصفة يا ريت نزول تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم من كل جديد. قل لايك الجميل والكمنت. طبعا دي الوصفة اللي بعدها. حاجة عزمة عزمة عزمة. حاجة كده اطايف ولا طايف. حاجة كده بجد من الاخر في اخر. والله يا جماعة ايه الاكل ده كله انتم شايفين يا جماعة. يعني الاكل ده كله ما بياخد حاجة ما بياخدش وقت خالص خالص يا جماعة. واد ايه جميل والاولاد بيفرحوا واحنا كمان بنحبوه. بس ايه انا ما بحبش الاكل ده كله خالص يا جماعة صراحة. يعني انا بعمل الاكل ده كله مش باكله نهائي. والله ما باكله نهائي. يعني ان اكلت واحد نص واحد كده. باكلها كده غصب. يعني بعد حلفان كتير علي والله بجد. بس عادي يعني بعملوا الاولادة ما فيش اي مشكلة. ايه شايفين ايه يا جماعة بجد ايه حاجة طحفة. والله يا جماعة يا حاجة جميل. حاجة كده بتودك في سكة تانية. طبعا بتاكليها بقى مع شوية ده كاتشا. اه مصدر ده مايونيز. براحتك خالص. وزي ما قلتلكو يا جماعة اي وصفة من الوصفات دي اعمليها وحطيها عندك في الفريزل يا جماعة. والله منقزة يا جماعة. حقيقة منقزة. وبتفضل على فكرة كريسبي يعني بعد حتى ما بتطلعها وبتسخنيها. اه طبعا يعني حطها كده تفك شوية كده. وبعد كده شل الغاطة من عليها ده لو انت بتعملها في طاسة. اه هتبقى كريسبي. انما لو فضلت مغطية عليها طبعا مش هتبقى كريسبي يعني لان البخار اه بيعمل. طبعا معنا حابة فلفل اسود حابة كمون سبع بوهرات حابة كزبرة نشفة حابة ملح حابة آآ بابريكا آآ وحابة شطة. وحابة آآ زينجبيل يا جماعة جنزبيل يا جماعة تمام? وبدر الثوم وبدر البصل. ومعانا آآ حابة الثوم كده بمفروم. بالشكل ده كده. معانا لمونة محترمة كده. معليش يا جماعة انا ما بعرفش اه اه احصر اللمون يعني بعيني يعني صباع كده الكبير في حاجة مش عارف ما بقى مين بعرفش امسك حاجة. ولا بعرف امسك مقص ولا يعني بعين انا من الموضوع ده. وحابة زيت. معانا حابة خل. طبعا آآ 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 دي تدبيلة آآ لأي آآ 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 ودي طبعا ما علاقة هريسة محترمة كده. هريس حر ليه يا جماعة. احنا اتفقنا احنا بنحب الاكل سبايس جدا. يعني حراء حراء. احب زيت كمان كده. آآ طبعا بنقسم الخليط ده نصين هتقولولو ليه هقولوكم عشان انا عندي كبد وقوانس. انا غسلها طبعا كويس جدا ومنظفوها. آآ فعندي الكبد آآ يعني بتستوي بسرعة فبتتهري. فطبعا انا بحطها في آآ طبق لوح. دي مش شرياها يا جماعة دي انا مجمعها عادي من الفراخ اللي باجيبها. وكاد في الفريزل. آآ بس جدا ما بتتغسل كويس وبتزبطيها بتبقى ايه يا جماعة شبهة طوزة جدا. آآ عايزة انت تشتري عادي اللي بتتشارع عادي دي معا ما فيش اي مشكلة. طبعا احنا بنقطع واركوا الفكرة بس ان احنا بنقطع في الجهتين. طبعا المقص بتاعي انا مش عارفها ولا ايه فيها ولا في المقص. انا غيرت المقص. بس واضح ان المقص برضو كان يعني مش مش حامي قوي. وانا مش عارفة امسك المقص يعني يعني زروني بجد والله مش عارفة. معواق. لا مش معواق انا اللي مش عارفة مش عارفة مش عارفة عشان كنت تعبينة بقى ولا ايه يعني. طبعا ايه قطعناهم آآ بنقلبهم كده. آآ وهو الافضل يا جماعة ان احنا لما نيجي نقطع الحاجة دي آآ نقطعها وهي آآ وهي لسه مجمدة ده لو هي آآ ده لو هي ايه مجمدة آآ بتبقى اسهل جدا في التقطيع يعني 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 اللي هي المجمدة اول هي اللي فكة بتبقى اسهل طبعا. آآ آآ الرخامة نضيف يا جماعة عادي. انا رجعتها حطة ومتاني عادي. انا اسفق يا جماعة بس بجد ما عطش قادر اتكلم. آآ طبعا آآ بنغطوهم كده باي كيس او آآ بنحطوهم في التلاجة. طبعا بنحطوهم في التلاجة يعني شوية كده صغيرة علمو نقطع الخضار بتاعنا معانا فلفل يا جماعة. فلفل عادي مش حر. ايه بنقطع و يعني كده صغيرة كده. حبيبا بنت كانت بتجيب للطبق. يعني بسور ايه مع. يعني انا اي حاجة حبيبا بتعملها بصراحة يعني انا مش مش بحب آآ مش بحب اشلها من الفيديوهات بجد. يعني بحب حبيبا جدا بحبهم كلهم بس حبيبا يعني مش عارف اجاز عشان صغيرة يعني صغيرة قوي بس آآ بحب يعني بحب يعني بحب اولادي كلهم حنان ومحمد يعني ربنا يبركلي فيهم يبركلكوا طبعا في اولادكم كلكم يا رب اللهم امين واولاد المسلمين آآ طبعا انت بتستخدم بكمية الفلفل اللي هو الحر براحت جدا آآ يعني آآ انا طبعا حطها ريسة وهي حرة جدا في آآ آآ في التدبيلة وبحط برضو عادي تاني في آآ احنا بنحب حرة جدا طبعا احنا بنقطع البصل بالشكل ده مكعبات البصل الابيض يا جماعة آآ بجد آآ حلو جدا 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 في الاكل بالمناسبة يا جماعة عن البصل الاحمر وهو طبعا هيبقى كتير الايام ده بجد جربه تشتغله فيه حتى ما بيبانش خالص في الاكل يعني حلو جدا معانا طاصة طبعا كده انا عندي طاصات يا جماعة بس انا بحب الطاصة دي جدا مش عارفة ليه يعني جايزة علشان آآ يعني معاي بقى ليه سنيني معاه يعني معاية بقى ليه كل ماء بقى ليه سنيني يعني بس مش عارفة انا بحبه يعني مش عارفة اكيد كلكم يعني يعني آآ آآ يعني بيبقى عندوكم كده حاجات كده طبعا حطينا تركزوش معي عشان انا هنكت. اه طبعا حطينا حبة زيت كده. حطي تلات معالي اربع معالي على حسب طبعا الكمية اللي انت بتحبيها بس متحطش كتير طبعا. علشان الحشو ما تبقاش مميمانة كده. وحطينا طبعا الا 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 عشان الاول نسبة يعني بتاخد نسبة سوى اكتر. الهريسة بتاعتي يا جماعة فاتوم. اه فاتوم وفاها بهارات وحاجات اه وخل ولمون وحاجات شبه كده فهي طبعا يعني بتدي تست اه اكتر احلى للحاجة بتاعتي اللي بحطها. سواء بقى بحطها بقى في اه سواني في مشويات اه في اكل شبه كده وبجد والله العظيم يا جماعة بتودي في سكة تانية. اه طبعا نحطينا اللي الكبت. وبنفضل نقلب. اه فيها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. جماعة انا بعمل لكم قلوب كتير عشان تسمحوني على طول الفيديو. بس والله يا جماعة هو انا زي ما قلت لكم هو بيعتبر مش طويل. هو طول علينا. يعني طول علينا جدا. يعني اه بس بجد هو قد بجد والله يعني فيه وصفات كتير. يعني فيه اه اه حاجات كتير. وحاجات كلها مهمة وحاجات سريعة ومنجزة وطبعا احنا بن اه هي طبعا هي احنا بنعل الطاصة قوي يعني بنحم الطاصة جدا. علشان طبعا لما الكبت والقوانس بتنزل اه ما تنزلش ميتها. يعني ما تبقاش كده بتعد كده. وطبعا احنا حطينا كده الكبت والقوانس في جنب كده. ونزلنا في الصوص اللي نزل من من الكبت والقوانس. والتدبيل لو كده نزلنا البصل. يعني حطينا كده حبت فلفل اسود وحبت اه كمون. حطي بقى لو عندي بقى جسط طيب. حبت اه اه حبت اه 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 ارفة. اه بس انا طبعا يا جماعة قلت لكم السبع بهرات اللي انا عامليهم اه فيها كل الحاجات تي فانا طبعا بستغنى انها افضل احط حاجة كتير. طبعا حطينا الفلفل بتاعنا. يعني هو احنا بندله ايه يعني تدبيلة كده يعني انه يتدبل كده بس. اه 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 اصفا يا جماعة اصفا طبعا اه معانا الجلاج بتاعنا اه اه هو حلو جدا يا جماعة والله يحطوه في فريزل عندكو. ممكن اه تعملوا حاجة مثلا بالليل اه اه يبقى مثلا ما فيش مش قادرين تنزلو للسوبر ماركت مش قادرين تنزلو اه اه في اي مكان تجيبو اه يكون جاهز عندكم اه اعملوا الحاجات دي يا جماعة لما تكونوا فاضين في يوم كده تكونوا فاضين الستات اللي بتشتغل ممكن يعملو في يوم الاعجازة بتاعهم ويحطوا في التلاجة انا اي اكل يا جماعة عندي اي اكل اي اكل ما حايش الحوم خضار اه 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 اي حاجة يا جماعة مش برميها اه 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 اما بعمل لها عادة تدوير اما بحطها في فريزل ولما بكون طبعا مش فاضية برجع اطلعها تاني وبسخنها والله بتبقى زي الجهزة جدا اه طبعا احنا معانا اه اه اطعنا اللي اطعناها نصين كده نصين بالطول وانا اسف يا جماعة انا ما اخدتش بالي ان اه ان انا اه يعني ما حطيتش الكتعتين على بعض فالمنظر مش باين انا عملت ايه انا طبعا حطيت ورقتين زي الصليب كده على بعض كده اه ودعنتها بالزبدة الزبدة بتاعتنا او السمنة او اي حاجة وحطيت حبيت جبنا طبعا من الخلطة بتاعتنا بالكباد وانس جبنا مزرالة جبنا رومي حطي بقى انت بشكل اللي يعجبك وطبعا اتنيت الطبقتين على بعض وبعض كده لفتهم رول زي ما انتم شايفين كده يعني انا بحط الطبقتين دول اه اه انا بحط الطبقتين دول يا جماعة اه اه علشان اه اه اما جاءتنيها انا ممكن اعملها بطبقة واحدة بس عشان اه ما توقعشي طبعا اه بنعمله تاني قدامكم بالشكل ده كده ايو باللف كده بعد كده منحط الطبقتين كده على بعض بعد كده لفرول بيبقى متماسك جدا وحلو هتاخد ورقتين ورقة طولي وورقة عرض بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده ورقة طولي كده والورقة التانية عرض كده قلب كبير يا جماعة قلب كبير بالشكل ده كده صلوا على النبي يا جماعة لهم صلوا وسلم وزيد وبركة على سيدنا محمد بالشكل ده كده ايه طبعا احنا بنجيب كده يا جماعة ايه طبعا ايه ايه زبدة معنا وزي ما انتم شايفين كده وقابين الطاصة بتاع الصينية بتاعتنا وده هلناها طبعا زبدة وبرص فيها طبعا ايه الرولات بتاعتنا هي عملت معي يا جماعة اثنشر قطعة ايه طبعا انا حطيت ايه ايه يعني حطيت حليب مع مع الزبدة ودهنت بهم كده الصينية وعلى فكرة ممكن تعملها في الطاصة عادي مفيش اي مشكلة بس انا طبعا يعني ايه حطيتها عادي لاني يعني ما عنديش توصة كبيرة او كده 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 حطيتها في الفرن عادي او في الرف الاوسط وشغلت الشوية يعني من فوق ومن تحت وطلعت بالشكل ده معنا يعني مش قادر اقولك يا جماعة والله بجد يعني حاجة والله العظيم جميلة عملتيها في الفرن كريسبي وحاجة ملهاش آآ مثيل بجد عملتيها في الجرل او في الطاصة برضو ما شاء الله جميلة مفيش مشكلة توابقها هي في الاتنين كريسبي شوفوا قد ايه يا جماعة من برا كريسبي قوي كده يعني بتقرمش كده والله يا جماعة انا انا مش باكل الحاجات دي بس يعني اما بتفرج عليها يعني باشتهيها كده بس طبعا مش 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 باشتهي الحاجات اللي جوا عشان مش بحب الجبن انا بحب الارمشة اللي برا دي شايفين يا جماعة دي المنظر جميل يعني الوضع يتحدث عن نفسه اه والله يا جماعة انا طبعا برجع تاسف تاني على اطالة الفيديو بس اه اعذروني اه انا حبيت اه يعني ايه اجمع لكم اه الجلاش او ورق او يعني اه الجلاش اه بيتعامل بيه وصفات قد ايه كتيرة وسهلة اه وممكن طبعا اه نعمل كل الحاجات دي اه ونسويها او ما نسويهاش عادي بس ايه طبعا ما بتبقى مستوية بيبقى اصرع لك انت يعني بتطلعي تسخنها على طول وتحطي في الفريزل في علب في اكياس اه في اطباق اه اللي هي الفيبري دي وتغلي فيها كويس بتحطيها في الفريزل طبعا جالك ضيف في اي وقت اه بتطلعي بتسخن الحاجة وبتقدميها اه طبعا كنت في شغل ومش قادرة وتعبانة اه كنت في مشوار او في شغل او برجعتي متأخر طبعا الحاجات دي يا جماعة اه بتحصل لنا كلنا وساعات كتير بنبقى بتعبانين او مرهقين او مش قادرين نعمل حاجة او ما عندي ناش حاجة في التلاجة واولادك عاوزين في الوقت ده الحاجات اللي شبه كده فبنحطها اه وبنطلعها باقي وقت اللزوم اه انا طبعا اه هدمجلكوا ان شاء الله دلوقتي اه المقطعين اللي هما اه بالرؤاء طبعا الرول اللي فيه كبد وقوانز اه زي ما انتو شايفين كده احشي انت بقى يا حبيبت اي حشوة زي ما قلتلك عايزة تحشي بطاطس زي ما حشينا في الفيديو في القبل كده عايزة تحشي جبنة مفيش اي مشكلة عايزة تحشي فراخ تحشي لحمة اه تحشي غدار بس اه وتفر يا جماعة اه براحتك خالص 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 انت لك مطلق الحرية بالشكل وبالطريقة اللي انت يا عوزة انا اسفق يا جماعة على تغيير صوتي بس بجد تعبتي جدا اه والصوص ده يا جماعة لازم تجربوه اه وبيتاكل بالعيش ده بصراحة تحفة تحفة اه ملوش حل اه قد ايه هو روعة وجميل والله يا جماعة والوصفات كلها جميلة جدا 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 يعني لو عجبتك الوصفة يا ريت انزلت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك من كل جديد واللايك الجميل والكومنت والشير يعني يا ريت تدعموني كده يا جماعة ويا ريت تتفرجوا على الفيديو الاخر طبعا يا جماعة هي وصفات مجمعة بس بجد هتعجبك جدا وهتعجب الاولاد وهتعجب زوجك يعني ان شاء الله كده اعمل لكم حلقة معجنات تانية سهلة وبسيطة بسرعة ويا ريت تدعموني وبحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة